احنا النهاردة عايزين بقى نقول لهم ازاي اصلا لما اقعد كده افكر اجيب وراء وقلم او انا ممكن اشتغل في ايه وما اشتغلش في ايه اه اللي ينفعني وايه ما ينفعنيش اه اللي بيديني او اللي بيديني او يعني اه اللي بيجيب لي ربح اكتر من حاجة تانية يحطوا كده في الاول اساسيات يختاروا على اساسها العمل بتاعها ممكن يعملوا ايه اوكي اول حاجة انه انا لازم اكون عارف انا اصلا انفع ادير العمل الحر ده لوحدي ولا لا لانه مش كل الناس عندها الموهبة او خليني ما اقولش الموهبة بس هي مقومات الرائد الاعمال يعني اوكي اه وطبعا ده مش معناه خالص انه هو ما ينفعش يكون رائد اعمال ينفع يكون رائد اعمال بس بيبقى محتاج شريك يعني الشريك ده يكون بيكمل حاجات عنده لازم شريك لا مش لازم اه يعني لو هو ما عندوش المقومات يعني لازم يكون بيبقى عنده فكر زي دير بيعرف فيه ناس بتبقى تكنيكل اوي يعني اتجاهها علمي اوي في الحتة او بيتكلم في تفاصيل المنتج اللي هيبقى بيطلعه او كده وبيبقى دماغهم سيستما يعني هندسية مثلا اوي او كده وما عندوش حتة الادارة اوي او كده وبيحتاج ساعتها حد يكمله في الحتة دي اي بس انا برضو لو انا هفتح حاجة لوحدي انا هبقى مقتنعة 100% انه ما فيش حسن مني حد هيدير يعني عشان بس نبقى منطقيين وقعيين هحس انه انا هبقى خايفة اولا على راس مالي هبقى خايفة على مستقبلي خايفة على مشروعي اكتر من اي حد تاني طبعا ده حقيقي لكن عشان انا خايفة على مشروعي ففي حاجات انا ما بعرفش عملها لازم اقتنع انه لازم اجيب حد متخصص يعملها يقيم مع الدنيا هتبوز وهنخسر بقى كلنا يعني انا اول واحد هيخسر يعني فلازم امتأكد ان انا اقدر اكون رائد اعمال اصلا ان شخصيتي تنفع انه عندي الملكات او التعلم الكافي اللي خليني كده اوكي اوكي فدي اول حاجة تاني حاجة لازم يبقى عندي فكرة فكرة منتج او خدمة وليها احتياج في السوق ومش بس ليها احتياج في السوق ليها احتياج في السوق والناس عندها استعداد تدفع فلوس في الحجاية دي يعني مش بس الناس انا شايف ان الناس محتاجة اه انا شايف ان الناس مثلا محتاجة تطور في اي حاجة او منتج معين انا هاخترعه ممكن الناس تبقى محتاجية فعلا بس الناس مش عارفة انهم محتاجينه فمحدش عنده استعداد دي يدفع فيه فلوس طب انا هعرف ازاي ان كان الناس عايزينه او لقى طالما الناس اصلا مش عارفين هما محتاجينه ولا لقى فمش عارفين هيدفع فيه ولا لقى دي في خطوات بقى دراسة تأسيس العمل الحر ان انا لازم وانا بدرس الموضوع ده بعمل حاجة اسمها ماركت ريسرش يعني بختبر السوق لازم اعمل اشوف في حد اصلا بيقدم منتج يشبه لده او هو نفسه او مش موجود خالص ممكن اجرب فيه حاجة اسمها MVP اللي هو Minimum Viable Product ودي مرحلة من مراحل تأسيس الاعمال يعني او الستارتاب خلينا نقول ان انا بطلق منتج زي ديمو كده من المنتج اللي انا بقدمه في السوق واشوف الناس هترضى تشتريه ولا لا